أهلا بحضراتكم من جديد الأسبوع التعادلي في الأسبوع الـ 24 للدوري النهاردة ثلاث مباريات انتهت كلها بالتعادل المصر مع أمبي صفر صفر ودي نفس نتيجة زد والاتحاد وواحد واحد تعادل فارقه مع المقاولين الحقيقة بعد مباراة الأهلي والتراجي في رادس واللي انتهت برضو صفر صفر خرجت الصحف التونسية مبدئيا تشعر انه فيها نبرة أمل في مطش العودة يعني هم بيقدروا قدرة التراجي على ان هو يقدر يتدرك أموره في العودة فكانت منشطات الصحف التونسية الصباح قالت تعادل يؤجل أمر اللقب إلى مواجهة القاهرة والشروق التونسية قالت بشخصية البطل الأهل يفرض التعادل السلبي على التراجي في رادس وموقع فوت 24 تعادل سلبي بين التراجي والأهل وسرع الأرقام بين العملاقين يمين للأهل موقع العربية قال في زهاب نهائي أبطال أفريقيا الأهل يفرض التعادل على أرض التراجي موقع روسيا اليوم التراجي والأهل يفترقان على التعادل في زهاب دور الأبطال والبي بي سي زهاب نهاية دور أبطال أفريقيا ينتهي بالتعادل السلبي في تونس دي بعض الصحف والمواقع في تناول ما حدث سأبطفق خوية مع احتفاظ الأشقاء التونسة بنسبة كبيرة من الأمل في إمكان الحصول على نتيجة خارج الأرض إيجابية وأصبح الأمر من كترة إكراره الاتحاد الدولي يبحث فكرة إلغاء الهدف بهدفين خارج الأرض عند التساوي في الأهداف يعني واحد صفر واثنين واحد خلاص ما فيش أفضلين أعتقد أعتقد كده والله أعلم حتتلغي السنة الجاية هي تلغت في أوروبا بس لسه في أفريقيا الفكرة إن خلاص أنت بتلعب حدود الزمن والمسافة والملاعب لما تكون جيدة والطقس والكلام ده يعني كان زمان الصعوبات كانت جامدة جداً لأنك تلعب برأ أرضك دلوقتي بيتم تقلصها ولذلك أنا بندهش جداً لما الاتحادات الإقليمية زي الاتحاد الأفريقي يسمح بأن فرقة متعودة تلعب بالليل يلعبها ثلاثة ضوح عشان تستفيد من راق الضيف إذا كنت هتلغي في قاعدة الجنب والين وحد بقى مواعيد المطشط في كل الملاعب مسائية مسائية علشان ما يبقاش العملية برضو معاييرها مختلفة دي حاجة حاجة التانية النتيجة 00 أستاذ إبراهيم معناها أنك ليس لديك أي فرصة أنك تكسب البطولة إلا بالفوز أي نتيجة فوز أنت تقدر تأخذ البطولة أي في حين المنافس عنده فرصة التعادل الإيجابي بأي نتيجة وأي تعادل سلبي التعادل سلبي إحنا الاتنين بنروح لركض الترجم وعنده كمان فرصة الفوز الفوز إذن هو عنده ثلاث فرص وإحنا عندنا أو فرصتين ونص وإحنا عندنا فرصة أنص لأن فيه التعادل السلبي بيودينا الضربات الجزائية نتمنى إن إحنا النتيجة المنطقية التي يراها الخبراء إن النادي الأهلي على أرضه وملعبه حظوظه بتزيد إن إمكانياته بتنطلق بشكل أفضل في حضور جماهير ضخ لكن إحنا حتى مبارح شفنا إن الزمالك حقق الحد الأدنى عشان يفوز بالبطولة أي المسالة ما كانتش سهلة أي يعني لو واحد واحد صفر صفر برضو زمالك ما كانش خادر بطولة إلا ما كانش خادر بطول فهو كان لازم يفوز اتنين واحد لو فاز اتنين واحد كان ضربات جزاء لو فاز بأي نتيجة أخرى ثلاثة واحد واللي بتاعك كان ممكن آه يكسب لكن أنا عايز أقول الحسابات معقدة والفرق في شمال أفريقيا الفوارق التكتيكية بتلغي الفوارق الفنية لحد ما يعني يبدو على الورق أن حضوض الآله بخبرات بتاعه لكن طبعا صدمة عالم علول مؤكد أربكة الحسابات هناك ومؤكد مستر كولر دلوقتي هيبقى بيفكر إزاي يعوض هذا الغياب لأنه عالم علول لعب تكتيكي ولعب تكتيكي في الجانب الهجومي وصناعة الألعاب والمساهمات التهديفية والتهديف نتمنى أن نحن نتمكن من تعويض هذا الغياب إلى حد ما بشكل مشكلة التكتيك أو المهارات الفردية حتى لكن مش عايز الناس تتصور أن المطش سهل مؤكد أنه مش سهل ومؤكد أن النتيجة اللي حصلت في تونس صحيح أجلت الحسم للقاهرة حيث الأجواء الأفضل بالنسبة للأهلي أمام جماهيره الكبيرة اللي إقبالها على المباراة بشغف غير طبيعي بالمرة لكن كمان المباراة شاهدت مباراة رادس إحراز مارسل كولر رقماً قياسياً خاصاً به أصبح مع مارسل كولر الأهلي 21 مباراة في أفريقيا متتالية بلا هزيمة سلسلة لا هزيمة وصلت لـ 21 مباراة كانت بتقف في رادس عند 20 مباراة يتساوى فيها الأهلي مع الترجي لكن الأهلي أضف مباراة نظيفة في تونس فكان مارسل كولر صاحب هذا الرقم 21 مباراة مع الأهلي بلا هزيمة ده رقم مهم جداً